اليوم أطايف عصافيري للآخر تنزيل هيك غواصة تفضّى أطايف بأربع نكهات هاي غنية انا بعتزل على قصوات المنظر انا اتفاجأت بالطعم يا جماعة والله المنظر خيالي الطعمي قولوا خلص بالحكي احباي بالقلب اذا كنت عارفوا كيف عبنا هاللوحة الفنية هالأطايف بأربع نكهات طعمها بعد نشوف طريقة تحضير لعجينة الأطايف بدنا أربع أكواب الطحين متعدد الاستعمالات كوب سميد ناعم فرخة او سميد وسط بس يكون سميد الناعم معلقة كبيرة سكر معلقة كبيرة حليب بودرة معلقة صغيرة خميرة نصف معلقة صغيرة فانيليا معلقة صغيرة بيجين بودر ورشة ملح لتعزيز النجهات الأطايف العصافير انا بحب بحط رشة محلب صغيرة بتاعتي ريحة وطعمة طيبة وهيك بعد ما خلطنا الطحين مع المواد كلها بدنا أهم شيء تكون المي دافية لا تكون لباردة ولا سخدة اذا عندك خلط تضربوا كل المواد بالخلط تضربوا بالخلط او محضرة الطعام بس كتير كتير بتخفقوا على ايدي انا لكي كل التكتلات تدوب واذا عندك محضرة مثل هيدا ببات مضرب بتكون امركم بالسليم صور معلقة القوام جاهز اذا حسيتوا بالخليط في تكتلات تصفوا الخليط اذا شوفوا انا عندي ما في تكتلات لانه عندي طحين نوعية كويسة وكمية المية حسب نوعية الطحين في نوعية الطحين ما بتاخذ ست كاسات بتاخذ ست كاسات ونص هاي دي بقى انتو بتحددوها شوفوا العجينة كيف بتكون تمسكوا اصباط كون هيك اذا ملتعوا الخطان على بعض عجينة تكون مية مية هلأ ما نغطي العجينة هلأ ما نريح العجينة من عشرين دقيقة ونصها هلأ حبايب بعد ما ريحناها عشرين دقيقة شوفوا القوام اذا شفتوها شديدة كتير كتير جامدة يعني فيكو الدفولة شوية مية صغيرة واذا شفتوها رخوة شوية طحين بس بدكو تخوطوها مظبوط اليوم عجينة قطايف عصافيري هتشوفوا لوحة فنية اليوم هيك عرخامي عندي هيك هتشوفوا لوحة فنية بتقولوا الشي ببرهان المبدع اذا عندكم مصب قطايف سبق وشرحت لكم بفيديو قطايف حشوات مختلفة او بالكوب او بمعالقة بس تكون المعالقة تتحفظه غير طبعا يعني والحباي برا انا ما اكل عجينة باربع الواق أطايف بالشوكولات حزد لانا تقريب معالقة كاكو فلذلك بدي انا ازود شوية مية قل من ربع كوب مية بلا خلطا مضبوط لانا اخذ و هلا اطايف بالفراولة شوف 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 هاي عنا صار جاهز هنا اطايف بالفستق الحلبة ولا حبايبي بسارة اربعة عنوان اطايف خلافbucale بالفستق الحلبة بالفراولة بالشوكولات يا ويلي يا ويلي على اطايف يا ويلي وبالقطايف العدية متعرف عليك أهم مرحلة بالقطايف لازم تكون مقلية حمية وتكون سميكية شوف القطايف الناشحة فورن بتنشف وأهم شي بسكر القطايف وهي الفستو الحلبة يا ورية تلع لونه محلية ايه شو هالفستو الحلبة تلع لونه بيدن والأطايف بالفرق ولا يا والي على أطايف بالشوكولة يا والي والله بتتاكل لوحدها ما بدي حشية هاي دي ما بدي حشية تفضى يعني تفضى والله يا العزي ما ببعش بدي حكي أطايف بقربع نجهات حباب هاد قشطة اللي سويناها شوفوا القشطة مثل الكريمة تقريباً الفيديو بتلاقيه صندوق الوصف او بالتعليقات فقال لحباب رايح نسكر أطايف نسكر بهي الطريقة هاي الطريقة وهيك خلصنا هاي جماعة الله العظيم أنا بعتزل على قصوات المنظر نفسك 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 يا والي هاي مش قطايف عن جد مش قطايف أنا تفاجأت بالطعم أنا أول مرة بعمل قطايف من الأول هاي عملت عشاء عنكم يا جماعة أنا طعمت القطايف بالفشتة الحبيب بس تبري رهيب ما لا حل ما لا حل هاي قلنوا خلص بالحكي حبايب القلب ما زلكم قطايف بيعجيني بأربع نكهات بس عن جد طعمي ولأ أربع إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بشتركوا اللايك بمتابعة أنا بكبر محبتكم بشوفكم حلقاتنا مضايي تانية وتذكروا دائما مع الشي بورهان لاحظوا للابداع